اشتركوا في القناة وخلاص لكن وقعيا في الحياة العملية بيبان اننا ايماني او الفعلا اللي انا شايفه شيء مختلف تماما كتير قوي بالنسبة للناس انه بيفتكروا بسبب ممكن ايات او تعبيرات او امور مختلفة انه بيشوفوا انه الروح القدس ده زي قوة لانه كتاب يتكلم عن قوة الروح القدس ستلبسونا قوة وده حقيقي لكن الروح القدس ليس قوة ممكن الناس هو روح القوة طبعا طبعا وبيدي قوة لكن هو مش هو القوة يعني تقصد فيه يعني تأثير فعالية معينة او تأثير معين او حتى مثلا انه في ايات بتكلم عن انه الروح تهب حيث تشاء عن الروح القدس لكن ده مش معناه ان الروح القدس ريح او قوة تأثير او نار معينة عشان اوضح الصورة للمشاهد كتاب المقدس في نفس الوقت زي ما هو بيتكلم عن الروح القدس انه هو الريح وانه هو الزيت وتعبيرات مختلفة لكن كمان بيتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح هو الاسد هو الحمل هو الباب هو الطريق لكن ما اقدرش ان انا يبقى فسورتي كده او لما افكر في شخص الرب يسوع اتخيل باب قدامي كده انه هو ده الرب ده تعبير انه من خلاله بيبان الرب بيعمل ايه انه هو مدخل للسماء فبنفهم معنى في فرق ان انا اشوف انه في شخص الرب يسوع انه هو الباب للسماء وباب للقاب انه هو الاسد المنتصر على كل اعدائه لكن ان انا اشوف اي اسد كده اقول اهو ده الرب يسوع او كأن الصورة بس تشبيهات تعبيرات فمهم اوي ان انا ارجع واعدل واصحح معلوماتي عن شخص الروح الكدس ان دي تشبيهات عزيزي المشاهد دي تشبيهات لكن في الحقيقة الرب الروح الكدس ده شخص وعشان يكون التعبير ادق ما اقدرش اقول شخص لان كلمة شخص معناها ان شخص مستقل بنفسه لكن احنا كماسيحيين بنؤمن بتعبير الاقنوم فالرب الروح هو الاقنوم الثالث في السلوس المقدس اقنوم ومعنى كلمة اقنوم دي كلمة مستخدمة فريدة من نوعها انه هو شخص لكن غير قائم بذاته شخص متميز متميز كلمة سريانية لكن بدون الابن والابن مش هو الله اللي واحده